اشتركوا في القناة قبل ما ندخل على التوقعات بدنا نحكي موضوع عن موضوع الكسوف اللي هو الكسوف القادم إن شاء الله رح يكون في برج القوس ولكن في ناس بتخوف يعني وتحكي ودمار وفضايح ومرض وموت ومش عارف إيش هذا الكلام كله لا تأخذه فيه هو الكسوف مثل الخسوف تأثيراته ما رح تكون هالتأثيرات العظيمة أو التأثيرات الخطيرة جدا ممكن أثار بسيطة جدا ورح نحكي عنها وننبه عنها مدة الكسوف رح تكون فقط ثلاث أيام ما قبل ثلاث أيام ما بعد إن شاء الله في الأيام القادمة رح أعملك حلقة نشرح الكسوف ووقته وإيش تأثيراته على كل الأبراج ببساطة هو رح يأثر بس زي ما حكينا ثلاث أيام قبل أو يومين قبل وثلاث أيام ما بعد فعشان هيكي ما حدا يخاف من الموضوع ما حدا يتشائم ما حدا يرد على الكلام اللي هم بحكوه لأنه هذا كل ياته بس نوع من أنواع التخويف ومبني على جهل مش مبني على علم الكسوف مدته بسيطة وتأثيراته إن شاء الله إنها بتمر بسيطة ما فيها التأثيرات الخطيرة أو الكبيرة يعني بمعنى آخر ما فيه داعي للخوف والقلق يعني حبيت أعمل المقدمة هاي بس على أساس إنه فيه أشخاص بيبعثولي خايفين من الكسوف مش حبينا نعمل عمليات عندي مستشفى وخايف من الكسوف عندي مش عارف إيش سفر وخايف من الكسوف يعني شعرت إنه حجم الإحباط والملل والغلط والكذب وهذا وصل لحده فحبيت إني أنا أنوه لها النقطة هاي في البداية على أساس إنه ما تتخوفوا كثير من الموضوع هي فترة بسيطة بتمر علينا مثل ما مر أي كسوف يبل هيك تأثيراته بس بتيجي ثلاث أيام ما قبل وثلاث أيام ما بعد هذا كأقصى حد وبعدين بتتلاشى وبتنتهي تأثيراته لا راح تقعد أشهر ولا راح تقعد سنوات ورح نشرح شو السبب لهذا الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا بالنسبة للقمر القمر موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج راح يمكث فيها حتى تمام ساعة 2 و 56 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح بالنسبة للقمر موجود بالعذراء بما أنه بالعذراء حكينا أنه منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفاحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام نشعر أنه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عداد سيئة مثل التدخين شرب الكحول أو المخدرات أو الأدوية المسكنة أو الأشياء هاي بوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا كمية كبيرة من الزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية رح تكون عنا زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس يعني القمر أصبح نصف البدر اللي هو منسميه الربع الثالث في تمام الساعة 12 و 56 دقيقة بعد منتصف الليل وهذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على إعلاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر و نبتون رح تكون في تمام الساعة 3 و 45 دقيقة صباحا تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و 21 دقيقة صباحا بتتأجج العاطفي اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة أو للقبل قبل قبل الأخيرة هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 12 و 51 دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والمشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 8 و 8 دقائق مساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وزحل في تمام ساعة 10 و 34 دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار اللي بيبدأ من الساعة 10 و 34 دقيقة مساء وبيستمر حتى أول دقيقة من بعد منتصف ليل يوم 9-12 وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار أو المربع بلاش انحسار هو القمر المربع 23 يوم في تمام ساعة 10 و 18 دقيقة مساء بيصبح 24 يوم نسبة الإضاءة 50% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 50% أما القمر في العذراء حتى يوم 9-12 سعيد بنسبة 55% عطارد في القوس حتى يوم 20-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 المزاج سعيد بنسبة 40% المريغ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجها سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نيبتون في الحوت مزاجه سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم وراحتكم ابتشعر بالإرهاق بسبب كثرة العباء نظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات حاذر التفذير ممكن تعالج مسائل مالية ورح تجد حلول لفواتير أو للفواتير المتوجبة عليك برج الثور تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم ومتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك اثبت جدارتك للمشككين ولا تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز حاول أنك الثابر خلال هذا اليوم برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم مش أنك تهدئ من روعك وتوقف أو توقف التفكير لو قليلا يعني حاول تجمد تفكيرك ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام لا تناقش بجفاء بل بليونه التامة برج السرطان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة لا تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فض وابتعد عن التحديات برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية بتناقش موضوع مالي لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد وحدد أهدافك برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بتدعم من مكانتكم الاجتماعية بتحسم أمورك وبتقرر على جديد ممكن تفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك بتنهي مفاوضات لمصلحتك برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العطرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منكم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لكم فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح واهتمام واسع برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على انجازاته القائمة تتلقى عرض او بتجد نفسك في موقع مهم فكون عند حسن الظن بك والجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر الحوادث على الطرقات واثناء الحركة برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم تفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريك قبل التمسك بالقرار بتنشغل بمساء المالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهمش أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ما لا ينصح إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري في هذا اليوم حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي كان بتواجه خصم شرس وبتشتد المنافسة بينكم أهمش أنك ما تخالف القانون عشان ما تكون أنت المدن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة